طيب كانت تجربتك في اتحاد كرة القدم المصري كنت انت مرتين كنت في الاتحاد انا ابيها كنت عدو لجنة وسبقات عدو لجنة شئ اللاعبين فعلاقتي بالتحاد الكرة جات من الحتة دي لما الدكتور الجنزوري حل المجلس اه حل المجلس بتاع سامير زاير عيني مع حرب ولما جي الدكتور علي الدين هلال برضو كافتين اصام عبمنع اه اه عيني مع عصام عبمنع سكرتير الاتحاد سكرتير الاتحاد سكرتير عدو مجلس دارو سكرتير طب تجربتك كانت ايه انت كنت شايف ايه في الكرة المصرية من خلالك وانت في اتحاد الكرة هل احنا ماشيين صح هل السيستم عندنا بتاع كرة القدم في الطالع ولا في النازل ولا انت كنت شايفه ازاي انا خدنا خطوات اصلاحية تحديدا مع مجلس الكابتن سامير منع لان جيبنا لايحة نظام الدولي بتاعت الاتحاد الدولي شوفنا طالبين ايه من الاتحادات المحلية كانوا طالبين لجنة الانضباط ولجنة التظلم ولجنة مشاعي وعملنا الكلام ده كله نعم وعملنا وفقنا اوضاعنا عملنا نظام اساسي جديد واعتمدناه لكن للأسف الشديد حصل تراجعا كل ده بعد كده خالص لان اللي بيجي جديد بيمسح اللي قابليه يعني اما ييجي كابتن احمد مجاهد وخالي بالك انا انا بنتقده ولكني بقولك انه واحد من ازكى الشخصيات اللي موجد تقبلها وفاهم كرة ويقدر رجيد الكرة لو اراد شخصه زكي لشخصه هو ولا لصالح العام عيبوا انه ما اشتغلش لصالح بكرة بس ما هي دي احنا عايزين نوصل لدي مش اشتغل ضدها بس كان يقدر بزكاءه ده يطور حاجات كتير جدا يعني هو جيه الغلاج يعني مثلا مين اللي الغلاج شون اللاعبين هو هو عشان ايما متحكم في كل حال اه والغلاجنا ما حدش يعمل كده طيب هنيجي نقول كابتن عدل القيع والإعلام انت اشتغلت صح في فين ازي يعني تعرف اه طبعا انا قاعد في النادي الاهلي اه مع مختار حبيبك اوضر رحمة الله عليه بيرحم وحسن ايدي فماسك الاهرام كلام ده كان سنة 71 ماسك الاهرام فما عجبنيش همود معين بيكتبه حد يعني اه عتا برطم يعني قال لي ما توجعش دماغنا روح اعمل لك مجلة اكتب فيها اللي انت عايزه روحت البيت اني أنام يا مصطفى مش ها اعمل لك مجلة ما هون مين حتكتبني اه ما حتش عرفني اه اعمل لك مجلة اعمل لك مجلة اعمل لك مجلة كان ليه واحد صاحبي حماه رئيس تحرير الكواكب قلت له يا دكتور مصطفى هو كان أستاذ في التطبيقية في النوت تطبيقية ما تسألينه خليل بيعب القادر عشان اعمل مجلة ايش قال ليه لان انتو بعيدون قابل جاب لينا الشروط روحت الابود قلت له انا عايز اعمل مجلة واشتغل في الصحافة قال لي طول عمرك شاطر في العربي وانت بتحب الرياضة رحب رحب جد فروحت ضحك طب انا محتاج الف جنيه قال لي من ايه قلت له مال حضرتك موافق قال لي اي انا موافق اعمل تشوف تجيب الالف جنيه ازاي وروح اعملها قلت له انا عادتي مسلا 7-8 سنين احاوش عشان اجيب عربية قلت له حبيق العربية بتاعت قال لي اهو انا جيبتها لك روح بيعاب على طول كان روحت رايع بيعاب جبيتلي 900 جنيه رح دكتور مصطفى ده قال لي انا هخش معك بخمسمية فبقى بيعايا 400 وده هو خمسمية وانا خمسمية وقجرنا شقة ناقص رئيس التحرير قلت له روحت رايع لخليه عبدالقادر قلت له خط اسمك بس على المجلة وعاديين الرخصة قال في مجلة اسمها صوت الصعيد صاحبها ما بيطلحاش في الصعيد ممكن نؤجر منه الرخصة فطلعنا مجلة اسمها صوت الصعيد قد كده ملحق ريادي الابطال قد كده وانا بيقيت انا المحرر انا اللي بيجيب الاعلانات ما كانش فيه اعلانات جبت اعلان واحد بس من من اسوان سافرت جبته بالقطر بمنتين جنيه عدنا سنة وفلسنا طبعا دي بس دي افرزت للخبرة وكان معايا بقى الله ارحمه جه شاركني فيها وكان بياخد مني 15 جنيه في الشهر عادي الشريف اه كابتن عادي الشريف رحمة الله الصحقة المحقة جمع سوع رياضية اه لا تحقق هو اوه ابراهيم اه ابراهيم مسج الناحية الاجنبية وعادي معايا عملنا مجلة كانت كويسة يعني جات لك فكرة مجلة الاهلي دي اللي شغلتني في الاعلان دي شغلتك في الاعلان لاني لما جيت كابتن صالح بقى قال لي عايزين نعمل مجلة زي اللي انت كنت عملها للنادي الآن قلت له يعني انا هقولك نعمل مجلة بس مش زي دي دي هتخسر اه انا كنت عملها بقى ايه 52 صفحة غلف كوشيب بايش عارف ايه الكلام ده اه جاء عاوزة بصاريف كبير اه قلت له لا انت عمل بقى ده حاجة اسمها طابلويد وتطلع كل اسبوع ونجيب لها بقى في مجلس قدارتها حد من الوكالة اعلانية عشان يجيب لها اعلانات الحاجات اللي انا ما عرفش عملها نعملها فيه وسعيدني جدا جدا راح مطلع عليه جلال الدين الحمامسي رئيس مجلس قدارتها و اسمه ايه مورسي رئيس وكالة الاهرام وكالة الاهرام وعملنا بقى معاه ماتش ليجيا وارسو برعاية مارلو بورو دي كانت اول حاجة اول تجربة ليه في الرياضة واول تجربة ليه في المجلة ان مارلو بورو حيرعى يجيب جبت بقى قلت له بولندا طالعة طالت عالعالم عندها احسن صانع علعاب في العالم كازميرس داينة اسمه كبير وحتكلفنا كلام فارغ وانا عنده لقيت واحد اسمه شارل ميرزانس عرفني عليه قال لي ده وكيل مارلو بورو في الشرق الاوسط قلت له ما ما بفيش اعلانات في السجاية قال لي هتتفتح وهتتصنع وهو جاي يفتح سوق بدري دلوقت قلت له خلاص يعمل معي عقدة بعشرين الف دولار في مجلة الاهلي ويرعى الماتش دا عملنا الكلام دا وجدت في اللي جا ورسي وعملنا الماتش وكنت المفروض ان انا حامسك الادارة الرياضية الرعاية الرياضية في الاراة ترجمة نانسي قنقر